تفاصيل وفاة الفنان سليمان اليسين الذي توفى أثر وعكة صحية بسبب جلطة في الدماغ أدخلته العناية المركزة منذ يومين تابعوا معنا التفاصيل تخفي منذ قليل الفنان الكويتي الشهير سليمان اليسين الأحد بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى بشكل عجل الفنان اليسين هو أحد أعمالة الحرقة الفنية والمصرحية الكويتية ويتميز بشخصية هادئة ويمتلك في رصيد عددا كبيرا من الأعمال المتنوعة وتعرض الممثل الكويتي سليمان اليسين لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى بشكل عجل قبل يومين وأدخل إلى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم لإصابته بجلطة في الدماغ وقال الممثل طارق العلي أينزاك إن سليمان يرقد في المستشفى الأميري بالكويت وطلب من الجمهور الدعاء له كي يخرج بالسلامة من المحنة التي تعرض لها ونشر صورة له على حسابه الخاص على أحد موقع التواصل الاجتماعي وعلق كاتبا تعرض الأخ العزيز الفنين سليمان اليسين لوعكة صحية ويرقد في المستشفى الأميري ونسألكم الدعاء ما تشوفوا شر يا أبو سارة ولدا سليمان اليسين عام 1949 وهو ممثل لكويت وتوفى منذ قليل عن عمر 71 عام وتزوج الفنين سليمان من سيدة فرنسية ورزق منها بابنتين سارة ومجدا أما الإعلامية ما يلعدين فقط كتبت على صفحتها الشخصية الله يرحمك يا أبو سارة عرفتك من 24 سنة بالإعلام كنت دائما هذا ذاك الإنسان الهادئ المبتسم دائما ما عرفنا منك إلا كل خير درس ألفنان الراحل في كولية الأداب والفنون في جامعة باريسا بفرنسا وحصل على لصنص من أحد المعاهد للفنون السينمائية وكانت تبداية الفنية عام 1968 من خلال الصهرة التلفزيونية الصراع ويعتبر هذا العام بمثابة انطلاقة واسعة للفنين الراحل ترجمة نانسي قنقر